بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الرابع من الفصل الخامس لمقرر نظم التشغيل في الجزء ده يا جماعة نتكلم على موضوع اسمه Dynamic Storage Allocation تعالوا نشوف مع بعض يعني إيه كلمة Dynamic Storage Allocation بنقول يا جماعة خلي بدك بقى إن البروسيز وهي بتشغل إيه الزاكرة شايفين يا جماعة عن الطاقة البروسيز ده شايفينه؟ أيوة وهي بتشغل الزاكرة بيبقى إيه؟ بتبقى موجودة في فترات مؤقتة وفترات تنفيذية معينة بتبقى موجودة في الزاكرة بروسيز بواحد اتنين تلاتة وبتشغل حيز من الزاكرة طيب افرد بروسيز من البروسيز اللي بتشغل حيز من الزاكرة خرج ببرا لأي سبب من الأسباب بقى مثلا عسيب مثال Time Out, Input Out, Inactive أي طريقة من الطرق اللي احنا قلناها دي طيب خروج البروسيز برا بتسيبهو الفراغ زي ما انت شايف كده معايا؟ ايوه يبقى خروج البروسيز بيسيب ايه بياترك ايه فراغات الفراغات يا جماعة بتخلي بعد كده نظام التشغيل يسبح للبروسيز اي بروسيز تانية يسمح لها انها تدخل وتشغل هذا الحيز من الزاكرة على حسب حجمها طبعا مش كده؟ جميل تعالوا بقى نشوف بقى نقول ايه بقى بنقول ان التخصيص دوت تخصيص بيسموه التخزين المخصص وهو ديناميك يعني ايه متحرك يعني ايه مش سابت يعني انا معرفش من البروسيز اللي هتخرج دلوقتي فاذا التخصيص بيتم عن طريق حركة البروسيز وخرجه فعشان كده بيسموه ديناميك ستوريج موضوع مش سابت جميل فيه ثلاث تقنيات ثلاث تقنيات لعملية ديه الديناميك ستوريج نشوفوا مع بعض التالت تقنيات دول مع بعض اول تقنيات اسمها First Fit التقنيات التانية اسمها ايه Best Fit والتالت اسمها Worst Fit وهذا يعني ان هناك تلاث تقنيات لاستغلال الاماكن الفاضية في الزاكرة المساحات الفاضية بحيث اقدر اخلي كل بروسيز تدخل على المكان الفاضي ده بس بطريقة التلاث كم طريقة تلاث طرق First Fit Best Fit Worst Fit تعالوا نفترض ان في بروسيز مسلا سيب المثال جاية اسمها مثلا بي مثلا 6 بي 6 ديت عايزة تقعد فين ها تقعد في مكان فاضي هنا مش كده قدامها ثلاث منهجيات اول حدا First Fit معناها ايه معناها ان هي بتبص بعنيها على اول hole تناسبها وتععد فيها دي معناها First Fit مش كده اه allocate the first hole that is big enough يعني اول hole كبيرة قدامها ها كبيرة على قدها شوية تععد فيها خلاص دي منهجيات اول ان البروسيز ها تععد في اول مكان يناسبها اول مكان ايه تبص عليه تلاقيه معايه طيب دي رقم واحد First Fit طيب المنهجيات التانية اسمها ايه Best Fit في حالة Best Fit دي يا جماعة البروسيز بتعمل ايه تفضل تدور على الاماكن الفاضية اه واول واحد يناسبها بالزبط يعني على قدها مناسب هو ده مين ها تععد فيه قدها مناسب يعني ايه يعني مثلا افرد ان ايه ان لقيت hole ملكير وهي حجمها 95 تععد في الاقفل اللي على قدها دوت المناسب بالنسبة له على حجمها على قدها معايه دي اسمها ايه بقى جماعة البستفت في الحالة ديت يا جماعة البروسيز عندها قناعة شوية يعني هي بتدور على الحاجة اللي تناسبها البروسيز الاولانية لفرستفت دورت لقيت حاجة نسبها قاعد فيه اول شيء نسبها قاعد فيه لكن في الطرق الثانية البستفت لا بتنقل الحاجة اللي تناسبها اللي على قد حجمها مش كده بتنقل الهول اللي على قد حجمها طيب رقم ثلاثة بقى جماعة اللي هي البروسيز تفت وهي يفاقي بقى بيبقى البروسيز طمعة شوية يعني ايه تقعد تبص على اكبر هول قدامها وتقعد فيها دي تقنية اسمها ايه الورستفت طبعا يا جماعة انا بشبه بس العمليات لكن مش معها طبعا البروسيز مش هي بتقعد تنقل وكلام لك لا انا بتكلمك على ان الوبروتنج سيستم بيقوم بالعملية دي لكن بشبه لك البروسيز على انها هي اللي بتطمع وبتقعد في مكان كبير جميل يبقى نكرر الكامل اللي احنا قلناها مع بعض فيه كام تقنية فرستفت بستفت والورستفت الفرستفت معناها اول هول تناسب البروسيز تععد فيها بستفت معناها ايه صاحب رفو عليه الهول اللي على قدها تععد فيه نف بالنسبة له هي رضيه بالهول دي على قدها بالزبط معايا طب الورستفت ها لا ده بتبقى بروسيز طمع عايزة تععد في اكبر هول قدامها يناسب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته